اشتركوا في القناة واحد اربعة القمر موجود طبعا بالسرطان موجود اولها رح يكون في منزلة النثرة هاي المنزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج طبعا رح تستمل لغاية ساعات الظهر وبعد ساعات الظهر بينتقل لمنزلة الطرفة لهيلة المضرة والمشاكل وطبعا حكينا ان القمر لما بيكون موجود بالسرطان منشعر بهاي الفترة بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الامان النا ولا احبائنا من ميل لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها ممكن يذرف الدموع وهو بيقلب صور او ذكريات او تذكار لحدث معين او لقصة معينة يجب انه ننتبه اكثر لطعامنا وشرابنا لانه بهاي الفترة بنشعر بحافظ الالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لانه حساسيتنا وحساسيتهم بتكون في اوجهة بوسعنا شراء عقار او زراعة نبتي او شجيرة او الانتباه اكثر لاطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت اما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل اللي هي تقريبا ساعة ستة ونص مساء بتوقيت جرينيتش هي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين المريخ وزحل وهاي من الزوايا البطيئة والخطيرة برضو اللي بتحدث في خلال الفترة هاي اللي برضو حذرنا منها في بداية العام بتتزايد المواجهات او بتزداد المواجهات والمشاحنات واعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة كمان تتزداد العصبية وعليه يجب انه نتمالك عصابنا وضبط انفسنا عند التعامل مع الغير وتجنب المواجهة مهما كانت وبتتفاقم اي يعني او بتفاقم اي شعور بالملل بتحول الى امتعاد داخلي بنعكس على علاقتنا مع الغير اما بالنسبة للوضع الدولي وايش بتأثر هاي الزاوية بتأثر انه بتدل على ظهور صعوبات ومشاكل في قطاع الصناعة او الصناعات الثقيلة والبورصة وفيه يتراجع في المنتجات الفلاحية واستخراج المعادن كمان بزيد نفوذ رجال الامن والجيش وبيتعرض المواطنون للقمع والتعسف في بعض الدول وفي هذه الفترة ممكن تزيد شعبية احد الدعاء او رجال الدين او المحافظين او المتعصبين وبتشهد فضائح بتمس بالتقاليد والاعراف الاجتماعية اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التزديس ايجابية بين القمر واورانوس راح تكون الساعة تسعة وثلاثة وعشرين دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض اما الزاوية التي تليها هي زاوية التقابل السلبية بين القمر والشمس راح تكون في تمام الساعة عشر وواحد وعشرين دقيقة صباحا بتخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار بتتمثل بصراع بين المشاعر والافكار مما ينعكس سلبا على علاقتنا مع الاخرين وهذا يعني انها الزاوية هاي انه القمر صار الربع او نصف البدر بمعنى اخر والقمر بما انه في السرطان معناته خلو المسار القادم راح يكون يوم اثنين اربعة راح يكون في تمام الساعة اربعة وثمانية واربعين دقيقة مساء ورح يستمر حتى تمام الساعة ست وخمس وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش بانتقل بعدها القمر لبرج الاسد عمر القمر طبعا القمر المربع ثمان ايام في تمام الساعة ثمانية وثلاث واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بصير عمره تسع ايام نسبة الاضاءة خمسين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى تسعة عشر اربع المزاج سعيد القمر في السرطان حتى اثنين اربع المزاج سعيد عطارد في الحوت حتى يوم احد عشر اربع المزاج ممتزج الزهرة في الثور حتى ثلاث اربع المزاج سعيد المريخ في الدلو حتى ثلاث عشر خمس المزاج ممتحس المشتري في الجدي حتى اربع عشر خمس وبعدين ببدأ عملية التراجع مزاج ممتزج زحل في الدلو حتى احد عشر خمسة وبعدين ببدأ عملية التراجع مزاج ممتزج اورانوس في الثور حتى خمسة عشر ثمانية وبعدين ببدأ عملية التراجع مزاج سعيد نبتون في الحوت حتى ثلاث وعشرين ستة وبعدين ببدأ عملية التراجع مزاج سعيد ابلوتو في الجدي حتى خمس وعشرين اربع وبعدين ببدأ عملية التراجع مزاج ممتزج وصلنا للتوقعات اليومية مرج الحمل طبعا بما ان القمر رح يكون في بيتك الرابع فيعني بتنهمكو في امور الهاصلة بالبيت والعائلة اهم اشي انو ما تحاول انك تفرض وجهة نظرك على احد افراد العائلة بوسعك وادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم حاذر الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن تستاء من تصرف احدهم اتجاهك نظم جدول اعمالك ونشاطاتك لعباء كثيرة وممكن انك ما تجد وقت للراحة حتى اما بالنسبة للبيت الاول فاليوم وضع الخرطة الفلكية بكون في نوع من انواع ضغط النفسي عليك فعشان هيك اليوم تشهر بنوع من انواع التقلب العالي الحدية بالنسبة للشخصية وبالنسبة للنفسية بتلاقي انه عندك عدم الرغبة لانجاز كثير من الاعمال او بتحاول انك تنطوي على نفسك شوي وبكون في حدية وعصبية في المزاج اما بالنسبة للبيت الثاني في نوع من انواع التركيز الايجابي على الامور المالية في ممكن بعضكو يحصل على مال او دفعة مال او يحصل بعض الاموال في ممكن تيجي على شكل هبة او هدية او منحة او نوع من انواع المساعدة اما بالنسبة للبيت الثالث فهو ممتاز جدا على مستوى التنقلات وعلى مستوى الاتصالات اما في اشخاص راحة سيقولوا ما فيش تنقلات مش جميع الناس موجودين في بيوتهم في اشخاص على رأس عملهم فعشان هيك هدولة بيستفيدوا خلال هذا النهار اما في عمليات التسويق او عملية المناقشة او عملية التواصل مع المجتمع في عندهم قدرة لتصريف اعمالهم اما بالنسبة للاغلبية فبكون عندهم سرعة بديهة عالية وقدرة على النقاش والجدال واخنع الطرف الاخر او الاطراف الاخرى بوجهة نظرهم في منكم رح ينشط في امور الها علاقة بالدراسة او البحث او الاستعداد لامتحانات منزلية ورح يكون في نوع من انواع الاهتمام في احد الاخوة او الجيران وفي منكم ممكن يهتم في امور الها علاقة اما بالسيارات او بالاجهزة الهواتف او الكمبيوترات اما بالنسبة للبيت الرابع فذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس يعني هو روتيني ولكن في ساعات الظهر بتكون ديروا بالكم من عصبية او حدية او تصلب بالرأي او خبر من الاحبة ممكن يزعجك او تصرف ممكن يعني زيد من حساسيتك حاول قدر الامكان انه ما يكون في ردة فعل عصبية عندك على اساس انه ما يصير فيه مشكلة او خلاف كبير اما بالنسبة للبيت السادس الاشخاص اللي على رأس عملهم اليوم بقدروا ينجزوا كثير من اعمالهم ممكن يكون عندهم نشاط عملي او فكرة في تطوير اشي في مجال العمل اما بالنسبة للاشخاص اللي في بيوتهم فهذولا ممكن يفكروا في اشياء مستقبلية الها علاقة بالعمل او خطة معينة او يخطر على بالهم عمل معين ممكن انه يحسن من وضعهم او من المدخول تاعهم وفي منكم ممكن يهتم بامور الها علاقة بالصحة او الامر الصحي اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف على مستوى الشراكي لغاية ساعات العصر الامور جيدة ولكن ما بعد ساعات العصر ممكن يصير فيه خلاف او حدية في الطباع بيت اثناء التعامل مع الشريك خصوصا شريك العاطفي حاولوا انكم تمسكوا اعصابكم ما تحتدوا بالنقاشات وما تكبروا الامور خلي الامور تمشي على حسب مجرية الوضع اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف فيه نوع من انواع ضغط عليكم اما التزامات او امور ديون او امور قروض او اموال مشتركة يعني اموال انت بتكون مشارك فيها او معك جزء منها او بتنشغل فيه امور الها علاقة بالاموال اللي الها علاقة بالمؤسسات القانونية او الحكومية او اموال الها علاقة بالميراث او اشياء من هذا القبيل ممكن يكون فيه مطالبات عليك او ممكن انت تكون طرف فيه نزاعات على هاي الامور اما بالنسبة للبيت التاسع فانا شايف انه الامور يعني تقريبا في ساعات الليل بيكون فيه نوع من انواع الضغط العصبي في النقاشات والدراسة او عدم الرغبة بالدراسة او البحوث او الشغلات اللي زي هيك يعني بيكون مهمل في كل هاي الامور ولكن من ساعات الفجر بصير الامر روتيني بتقدروا تنجزوا اي اعمال مطلوبة منكم وممكن يصير فيه نوع من انواع الاهتمام بامور علمية او امور دراسية او اتصالات خارجية او العمل مع مؤسسات تعليمية او التواصل مع جهات اجنبية اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف الامور روتينية برضو فعشان هيك بتقدروا اليوم تنجزوا العمال المطلوبة منكم وخصوصا اللي على رأس عملهم من ضمن مؤسسات بالتعاون مع زملائهم او رؤساهم بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فيعني فيه نوع من انواع الحدية بالطباع او فيه خبر معين او شيء مزعج ممكن يجيك بسبب صديق او احد المعارف بتحاول انك تتعامل معاه بشكل روتيني ولكن انه هذا الامر راح يزعجك شوي اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد شوي بعطيك نوع من انواع النشاط بتقدر تنجز كثير من الاعمال المطلوبة منك وممكن تبادر بعمل الو علاقة باشياء اعمال انجاز اعمالك او نوع من انواع الاهتمام الصحي او بمؤسسة من المؤسسات الخدمية او مؤسسة صحية او مؤسسة علاجية يعني زيارة لاحد الاشخاص في هاي المستشفيات او ممكن انت يكون لك زيارة او مراجعة برج الثور طبعا القمر موجود في البيت الثالث تنشط في امور الها علاقة اه بالتنقلات او الاتصالات خصوصا الاشخاص اللي بيطلعوا من البيوت او على رأس عملهم بيكون عندهم نشاط عالي خلال هذا النهار اه اهمش انهم يكونوا اكثر صبر على الطرقات ما في داعي للمغامرات يوم مناسب لاجتياز امتحان وخصوصا للاشخاص اللي بيادموا امتحانات من خلال انترنت دافعوا عن مبادئكم لكن بليوني ودبلوماسية انتبه لكلامك واحفظ خط العودة اه بتتم لقاءات او اجتماعات عمل مفيدة تتخذ خلالها بعض القرارات المهمة ممكن يكون فيه الكو تعاون مع اخ او مع جار وممكن بعضكو ينشط في امور الهلاقة بالاتصالات او المواصلات او اجهزة الهاتف او السيارات اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الامور يعني بتكون لغاية ساعات الصباح جيدة بتدعمكو بهدوء وبكون فيه عندكو نشاط وعندكو حيوية وثقة بالنفس ولكن ما بعد ساعات الصباح بصير فيه نوع من انواع الحدية في الطباع والتقلب في المزاج ممكن يكون فيه ردات فعل عصبية عندكم حاول تشحن حالك بثقة بالنفس او تشحن حالك بالثقة على اساس انه انت تقدر تتجاوز هاي المرحلة اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه الاهتمام اعلى اليوم رح يكون على المستوى المالي فممكن اليوم بعضكو يحصل على مال او يجي مساعدة او بعض الامور اللي الها علاقة بالمعونات او اشياء الها علاقة بتحصيل اموال اه في منكو ممكن انه يعني يهتم ببعض الدفعات او الاهتمامات المالية ولكن اهمش انكو تقللوا من مصاريكم اما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع هو خالي تماما من اي ايجابية او سلبية فعشان هيك بتتعاملوا على مستوى البيت بشكل روتيني ما في لا ايجابيات ولا سلبيات الا على حسب الطبيعة اللي انتو عايشين فيها من ضمن العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف انه في نوع من انواع الحدية بالطباع خصوصا في ساعات الظهر ما بينكو وبين احبابكو ممكن يكون في خلاف او ممكن يصير خلاف او يجي خبر مثلا او تصرف من الحبيب يزعجك ويكون اليك ردة فعل عصبية اما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى الاشخاص اللي على رأس عملهم اليوم بقدروا ينجزوا كثير من الاعمال ويكون عندهم اهتمامات عالية جدا وممكن يجيهم فرص لاشياء جديدة او يتوكل لهم مهام جديدة يقدروا ينجزوها اما بالنسبة للوضع الصحي فهو جيد ما فيه اي مشاكل خلال هذا النهار الا امور عابرة عند الاقل اما بالنسبة للبيت السابع فهو فيه حاد جدا رح يكون خلال هذا النهار فعشان هيك مع الشركاء اثناء تعاملكم مع الشركاء بدكو تمسكو حالكو ما فيه داعي للانفعال او للعصبية او للتهور او للاتهامات او فتح ملفات قديمة او حاول انه انتوا ما تدخلوا بالنقاشات وجدالات خلال هذا اليوم حافظوا على حساسيتكم مش اي شيء يكون لكو ردة فعل عصبية اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف انه فيه نوع من انواع المطالبات المالية اللي الها علاقة اما بقروض او ديون او التزامات مع مؤسسات فاليوم رح يكون فيه نوع من انواع الحدية في هذا الموضوع حاولوا قدر الامكان انه انتوا تمسكوا عصابك وترتبوا جدول الدفعات بشكل جيد فيه امكان كل يوم تعملوا نوع من انواع الفوترة او الجدول الى الالتزامات اما بالنسبة للبيت التاسع فهو ضاغط عليكم بشكل كبير فعشان هيك من لاحظ انه موليد برج الثور بالفترة هاي لعندهم اهتمامات لا بالدراسة ولا بالمطالعة ولا حتى الهم نفسية لهاي الامور ممكن انه حتى اتصالاتهم مع الاشخاص اللي بيجوا من خارج البلاد او اتصالاتهم مع اشخاص خارج البلاد بيكون فيها نوع من انواع المعاتبة او العصبية حاولوا قدر الامكان انكم تمسكوا عصابكم وما في داعي لمخالفة القوانين اما بالنسبة للبيت العاشر فهو يعني منقدر نقول روتيني تتعاملوا بانجاز اعمالك بشكل روتيني بدون لا زيادة ولا نقصان يعني المطلوب منك اللي بتعمله اما بالنسبة لبيتك 11 حتى تعاملك مع اصدقائك او مع معارفك بيكون روتيني يعني بدون سلبية بس اطمئنان او مباشرة بالسؤال عن احد الاشخاص او عن مشكلة صارت مع احد الاشخاص اللي انت بتعرفهم ولكن بدون اي مبادرات او بدون زي ما بحكوها حماسة زيادة يعني بس نوع من انواع المجاملات اما بالنسبة لبيت المتاعب بشحنك بشوي الطاقة تقدر اليوم تنجز كثير من الاعمال المطلوبة منك وممكن اليوم تهتم بامور الها علاقة بمراجعات اما طبية او مستشفيات او في اشخاص بتهتم فيهم هم اللي بروحوا على المستشفيات بتحاول انك تسأل عنهم او تطمئن عليهم اهم اشي انك تحاول انك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد وحاول انك انت ما ترهق حالك زيادة برج الجوزاء تم فرصة لمكسب مالي من عمل اضافي طبعا للاشخاص اللي بيطلعوا من البيت او اللي على رأس عملهم منكم ممكن يسترد مال بعود له او يحصل على هدية اهم يشنك تخففه من النفقات نظم امورك المالية وما تسمع للاقصات انها تتراكم ادفع المستحقات والاولويات ما تدع احد يغشك او يدفعك لتوظيف اموالك في مكان غلط او عن القمر في بيتك الثاني اما بالنسبة لبيتك الاول فهو جيد عشان هيك انت مشحون بطاقة نفسيتك احسن اليوم عندك قدرة على انجاز كثير من المهام والاعمال وممكن حتى تكون اليوم ملفت بالانتباه من طريقة حركتك ونشاطك اما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث شايف عندك اليوم نشاط كثير وحركة كثيرة ممكن اليوم يعني تمشي او تتحرك بمسافات او ممكن انه يكون عندك نوع من انواع الاهتمام بامور العلاقة بالتليفونات او السيارات او حتى التواصل مع المجتمع او ممكن النقاشات او بحث امور علمية او الدراسة حتى في منكم ممكن يحث ابنائهم على الدراسة او على اشياء لها علاقة بالدراسة المنزلية اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف انه في نوع من انواع الضغوط في ساعات الظهر ممكن يكون في نوع من انواع الحدية بالتعامل مع احد افراد العائلة او ممكن بعضكم يصير عنده نوع من انواع الاعطال المنزلية يهتم فيها بنوع من انواع الصيانة او ممكن مشتريات او التزامات ضغطة اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف الامور جيدة على مستوى العاطفة فمنكم ممكن يتواصل مع الحبيب او يتصل فيه او يتفقده او حتى ممكن انه يغامر مغامرة لانه يشوفه او نوع من انواع المقابلات السرية السريعة اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف ان الامور يعني على مستوى العمل اللي على رأس عملهم اليوم بيقدروا ينجزوا كثير من الاعمال المطلوبة منهم وممكن يهتموا بتطوير نوع من انواع العمل او الدراسي بمشروع العلاقة بالعمل او حتى البحث عن موضوع علمي بطور عمله من خلال الانترنت اما بالنسبة للوضع الصحي فهو اجمالا يعني فيه نوع من انواع التواعكات ولكنها مش هالاشي الخطير اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف انه فيه نوع من انواع الحدية وخصوصا فيه ساعات الليل اثناء التعامل مع الشريك خصوصا شريك العاطفي يعني الازواج ديروا بالكم من الحدية بالطباع او الطلبات اللي غير معقولة او اللي ممكن انها تخلف نوع من انواع الخلافات ما بينكم وممكن انها تكبر امسك حالة قدر الامكان وما تحتد وما تتحسس من ردات الفعل اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف الامور ضاغطة على مستوى البيت الثامن يعني مطالبات بالتزامات او ديون او بعض الالتزامات في امور العلاقة بالفوترة او الالتزامات القانونية او بعض الدفعات المطلوبة منك اللي ممكن تراكم عليه خلال هذا الشهر اما بالنسبة للبيت التاسع فانا شايف فيه نوع من انواع الضغط على البيت التاسع فعشان هيك ممكن تحتد او تعصب من موقف او من اتصال خارجي او من تصرف احد الاشخاص خارج البلاد او خبر يجيك من خارج البلاد يستفزك ممكن يكون ايشي الى علاقة بالدراسة او الامتحانات او ايشي الى علاقة بالمؤسسات التعليمية اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف انه روتيني فعشان هيك بتنجزوا عمالكو بشكل روتيني بدون لا زيادة ولا نقصان وبدون ما تبدل جهد لتطوير ولا لتقليل اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف انه في نوع من انواع التواصل مع بعض الاصدقاء اما لتفقدهم او للتواصل معهم او لبحث موضوع معين ممكن الاطمئنان عليهم او ممكن تهتم انت بمشكلة صديق اما بالنسبة لبيت المتاعب بدك تدير بالك حاول انه انت ما تغامر وما تجازف بالفترة هاي حاول انك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد التقلبات الصحية وخصوصا اللي لها علاقة بالجهاز الهضمي او الامعاء المعدة تحديدا الام اسفل الظهر شد العضل في منتصف الظهر وبعض التوترات العصبية حاول انك انت تهدي حالك بدون عصبية حاول تراقب ادويتك وغذائك وتأخذ قصد كافي من الراحة برج السرطان برج السرطان طبعا القمر موجود عندكم فاليوم انتم مشحنون بنشاط والحيوية وقادرين على انجاز كثير من مشاغلكم ما تترددوا في فرض وجهة نظركم تزداد عزمتكم وترتفع المعنويات والحضوض والحضوض ابتداء من اليوم وبتكون في عندك نوع من انواع النجاح في التحرك في اي اتجاه انت بدكية يعني فترة ايجابية تلمس انفراج وتقدم على كثير من البيوت اما بالنسبة للبيت الاول فذكرنا بس حاول انك انت تمسك حالك من العصبية اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه اليوم عندك كثير من التحركات اللي الها علاقة بالامور المالية في منكم ممكن يحصل على مال اليوم او يكون في فرص لتحصيل بعض المال اهم مش انه تحاولوا تقللوا من المصاريف قدر الامكان في منكم ممكن يحصل على هدية او نوع من انواع الدعم اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف الامور جيدة اليوم على مستوى الاتصالات وعلى مستوى التنقلات خصوصا للاشخاص اللي بقدروا يطلعوا من البيت فيه نوع من انواع التواصل الايجابي رح يكون مع الاشخاص اللي حواليكم عندكم سرعة بديهة عالية بتقدروا تقنعوا اي شخص بوجهة نظركم عندكم برضو القدرة العلمية عالية جدا للبحث او للامور الثقافية او الاطلاع على مواضيع معينة او اشي العلاقة بالدراسة او الامتحانات في منكم ممكن يهتم بموضوع لاخ او لجار اما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى البيت انتم سيطرين على الوضع والامور ماشية مثل ما بدكم بتقدروا اليوم تنجزوا كثير من الاعمال اللي الها علاقة بالبيت من صيانة وترتيب واهتمامات في منكم ممكن يهتم بامور الها علاقة بالتصليحات في نوع من انواع التقارب المنزلي اليوم جيد اما بالنسبة للبيت الخامس فبنقدر نحكي انه يعني شيئا ما روتيني لغاية ساعات الظهر ولكن في ساعات الظهر ممكن تحتد او تتحسس من تصرف معين من احد الاحبة فهذا الاشي يزعجك او يضوجك حاول قدر الامكان انك تمسك اعصابك وماثور من مجرد انه صار موقف معين فتتحسس انت وتعصب اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف انه يعني جيد على مستوى الاشخاص اللي بيطلعوا من بيوتهم وعلى رأس عملهم بيقدروا ينجزوا كثير من الاعمال المطلوبة منهم خلال هذا النهار اما في ساعات ما بعد الظهر بصير فيه نوع من انواع الروتين بس انهم بيعملوا الاعمال المطلوبة منهم حاول قدر الامكان او حاولوا انه تنتبهوا لصحتكم بشكل جيد اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف على مستوى بيت الشراكي يعني فيه ايجابية ممكن صير فيه حوار معين او تبادل لوجهة النظر او الافكار ممكن تصلوا لحل او لنتيجة معينة خلال هذا النهار بشكل ايجابي ممكن يساعدكم هذا الشيء في تطوير لحل او المساعدة في انجاز اعمال مشتركة ما بينكم اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف انه لغاية ساعات الصباح لامور روتينية ولكن بعد ساعات الصباح بصير فيه اهتمامات بالامور المالية وخصوصا الاموال المشتركة فممكن يصير فيه نوع من انواع الضغط عليك بمطالبة مالية او امور بتحت طلب فلترة او فوترة او التزامات ممكن تكون المطالبات هاي شوي تجد نوع من انواع صعوبة في المباحثات او بعملية تأجيلها او بعملية سدادها اما بالنسبة للبيت التاسع ففي نوع من انواع الخوف او الاشياء اللي فيها رهبة من خصوصا على اشخاص خارج البلاد ممكن تقلق على احدهم او تحاول تتصل الاطمينان عليه اللي عنده امتحانات عن طريق الانترنت بده يدرس ويجهز حاله بشكل جيد ما يعتمد على الحدود في منكم ممكن يهتم بامور الها علاقة بالمؤسسات التعليمية او ممكن ثقافي لغة جديدة او اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف انه على مستوى الاشخاص اللي على رأس عملهم اليوم بنجزوا كثير من العمال المطلوبة منهم بالتعاون مع زملائهم او رؤساهم بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف انه من ساعات الظهور في نوع من انواع الضغط ممكن يكون في نوع من انواع التوتر في مع علاقة او مع صديق او مع معرفة ممكن خبر معين تصرف منه ما يعجبك او يدخل في شؤونك او اشياء من هذا القبيل فتحتد وتعصب ويتصير في نوع من انواع المعاتبة او المواجهة ما بينك وبينو حاول قدر الامكان تمسك اعصابك وتحل الامور بهدوء اما بالنسبة لبيت المتاعب فانا شايف انه اليوم تقدر تنجز كثير من العمال المطلوبة منك ما فيه اي خوف من متاعبك بالعكس عندك اهتمامات عالية اليوم بالامور الصحية او الامور اللي لها علاقة بالتغذية او الفيتامينات او المكملات الغذائية او من هذا القبيل في منكو ممكن يهتم بشأن صحي لا احد الاحباء او احد المعارف برج الاسد طبعا القمر موجود بالسرطان يعني ببيت المتاعب عشان هيك بسيطر عليك والتعب انجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل واخلدوا للراحة بتكون هاي الفترة فارغة وممكن تخفي عدو او مؤامرة عليك تجنب المشاكل راعي اعمالك وسيرها وخذ بعين الاعتبار التأخير في المواعيد والنشاطات اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف انه الامور يعني نسبيا نفسيا انت مش مرتاح او في عندك بعض الاوجاع او الالام المش مبررة او المش المعروفة في نوع من انواع الاحباط او الملل او التكاسل يعني ما بدا اقول لك انه ما عندك ثقة بنفسك يعني الاسد معروف انه ثقته بنفسه عالية ولكن الايام اللي زي هيك بيكون في يعني الاحباط والملل هو اكثر شيء مسيطر عليه او التشاؤم اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه الامور المالية يعني شوي ممكن يكون في اه بعض البوادر او الانفراجات او المساعدات او اشياء من هذا القبيل تظهر على الساحة اه حاول انك انت تستغل الفرص قدر الامكان ارتب فوتيرك والتزاماتك وحاول انه قلل من مصاريفك اما بالنسبة للبيت الثالث فهو ايجابي جدا معناته اليوم انت عندك قدرة على التواصل وعلى النقاش على اه عندك سرعة بديهة عالية جدا ممكن تبحث اي موضوع اه في عندك رغبة بالبحث او بالمطالعة او بالاستفسار عن مواضيع معينة وبعضكم بكون عندهم بعض الاهتمامات اللي الها علاقة بالاتصالات او المواصلات يعني الاهتمام بالتلفونات والكمبيوترات او بالسيارات وفي منكم رح يحث ابناهم على دراسة ومنكم رح يهتم بشؤون الها علاقة باخ اوجر اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف انه على مستوى البيت الامور جيدة في نوع من انواع التعاون او التواصل او الهدوء النسبي على مستوى البيت يعني بمعنى اخر تقدروا تنجزوا كل الاعمال اللي الها علاقة في البيت بشكل جيد في منكم ممكن يهتم باعطال او تصليحات او مشتريات او نواقص او اشياء الها علاقة بالبيت اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف في نوع من انواع الضغط الضغط العاطفي ممكن هي نوع من انواع سوء الفهم او سوء الخلافات او حساسية عالية او خبر بزعجك من الحبيب او اشياء من هذا القبيل حاول قدر الامكان انك تهدى شوي تفكر في الامور بمنطقية ما تحسم امرك خلال هذي الايام لا غاية ما الشمس توصل لعندك وبعدين بتفكر بالامور بشكل اوفة اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف الامور جيدة على مستوى الاشخاص اللي بيطلعوا من البيت وعرأس عملهم بيقدروا ينجزوا كثير من الاعمال المطلوبة منهم اليوم في اهتمامات عالية بتطوير العمل او بحث عن مجال جديد الى علاقة بالعمل او ممكن الاعمال اللي تدار من خلال المنزل اما بالنسبة للوضع الصحي فهو اجمالا يعني بما ان بيت المتاعب ضاغط بهذا الشكل فشوي بدك تراعي وضعك الصحي خصوصا من التقلبات الفجعية اما بالنسبة للبيت السابع مستوى الشراكل الامور ماشي حالها يعني ما فيها الحدية الكبيرة بالعكس في نوع من انواع التفاهم او التواصل ما بينك وبين شريك العاطفي او شريك العمل ممكن انه اليوم تبادروا بخطوة جديدة او مصالحة او امور الها علاقة ببعض الحلول لازمات اللي انتو بتعانوا منها اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف انه لغاية ساعات الظهر الامور الروتينية ولكن بعد ساعات الظهر بتزيد عليك الأمور اللي إلها علاقة بالالتزامات المالية أو الدفعات أو الأمور اللي بدها فوترة أو الأمور اللي إلها علاقة بمعالجة بعض الضائقات المالية أو المستجدات المالية حاول أنك ترتبها بشكل جيد وما تخلي الأمور تضغط عليك أكثر أما بالنسبة لبيتك التاسع فالأمور يعني فيها نوع من أنواع الإهمال أو التقصير في ساعات الليل طبعا ممكن هي بسبب بيت المتاعب والضغوطات اللي بتمر عليك يعني بيكون ما فيه تركيز بيكون عندك حدية بالطباع حاول أنك أنت تمسك حالك في ساعات النهار الأمور جيد جدا ممكن أنك أنت تبادر بمناقشة أو دراسة أو بحث معين أو تواصل مع مؤسسات تعليمية أو حكومية أو أمور إلها علاقة بالأوراق القانونية في منكم ممكن يبادر باتصالات خارجية لإطمئنان على أشخاص أو لمساعدتهم أو لطلب المساعدة أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا بحذرك في خلال الأيام هاي من أنك أنت تعمل أي شيء في متجاوزات أو مخالفات قانونية أو نوع من أنواع المجازة فيه أو المغامرة اللي غير محسوبة عواقبها حاول قدر الإمكان أنك ما تغامر مغامرات يعني تسبب لك بعض المشاكل والتزم بالقوانين ما شوه سمعتك بهذه الفترة واللي أشخاص اللي على رأس عملهم بدهم يمسكوا حالهم ومن العصبية أو النقاش مع زملائهم بالعمل أو رؤساهم بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه الأمور شوي فيها نوع من أنواع الضغط ولكنها إجمالا إيجابية بتكثر عندك الاتصالات ممكن تفقد أصدقاء أو طلب المعاونة أو المساعدة أو أشياء من هذا القبيل ممكن يجيك اتصالات من أصدقاء أو ممكن تتعرف على شخص جديد أما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية التوقعات حاول قدر الإمكان أنك تنتبه على نفسك وعلى صحتك بشكل جيد برج العدراء بتنشطه اجتماعيا وممكن يكون فيه اتصالات كثيرة ما بينكم وبين الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة أهم شيء أن يتجنبوا انتقاد أحدهم بتحتاج إلى حجد التأييد باستطاعتك كسب تعاطف الآخرين والتميز في علاقاتك في عندك نوع من أنواع النجاح في هذا اليوم وخصوصا أنه القمر في بيتك 11 حاول تستغل الفترة هاي بشكل جيد يابل ما القمر ينتقل للأسد لبيت المتاعبك لأنه بتصير الفترة فارغة من الحظوظ والدعم أما بالنسبة للبيت الأول فأنا بقولك أنه اليوم شخصيتك أحسن ونفسيتك أحسن تقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك بأرياحية يعني عندك ثقاء عالية بالنفس وعندك جراءة للتحرك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور المالية اليوم بنصب اهتمامك عليها بشكل كبير أما بطلب المساعدات أو الدعم أو ممكن يجيك نوع من أنواع الدعم أو المساعدة في منكم ممكن ينفرج له باب أو يعني يحصل على فلوس كانت له ومش قدر يحصلها بالفترة الماضية أهم شيء أنه حاولوا أن تنظموا ميزانيتكم بشكل جيد وتقللوا من مصاريفكم أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف البيت الثالث بدعمك بشكل جيد في أمور الهلاقة بالنقاشات وبرضو في أمور الهلاقة بالتحركات والاتصالات والمواصلات لاهتمام بشيء العلاقة بتليفون أو بسيارة أو بجهاز كمبيوتر في منكم يحث أبناهم على الدراسة وفي منكم ممكن يطالع موضوع معين أو يبحث عن موضوع معين للمعلومات العامة أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد بدعمك على مستوى البيت والتعامل مع أفراد العائلة وبيصير في بينك ونوع من أنواع التواصل لحل مشكلة معينة أو ممكن التواصل للمساعدة في حل بعض الأعطال أو الأخطاء المنزلية أو الأشياء المتطلبات أو النواقص أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور ضغطة بشكل كبير عليك على المستوى العاطفي حاول قدر الإمكان تمسك عصابك وما تستثير وتنتقد الحبيب فالتور وتصير مشكلة كبيرة ما تقدر أن تتواجهها بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف اللي على رأس عملهم اليوم يقدروا ينجزوا كثير من الأعمال المطلوبة منهم وفي منكو ممكن يحصل شيء جديد أو يسعى بمسعى جديد أو ممكن أنه ينجز أعمال ما كان صعب أنه ينجزها بالفترة الماضية في منكو ممكن يهتم بأمر صحي إلو أو لأحد المقربين أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي المالي والعاطفي فهو جيد فعلاقاتكو على مستوى الشراكي والعائلة والبيت فهو ممتاز مستقر الأمور بتقدروا تتباحثه في موضوع تطويري أو مصالحة معينة أو موضوع مشترك ما بينك وبين شركة العاطفي أما بالنسبة للبيت الثامن فهو ضاغط عليك بشكل نسبي وخصوصا في ساعة الظهر بتزيد هاي الضغوطات فعشان هيك بصير عليك نوع من أنواع المطالبات أو الالتزامات المالية اللي بترهقك أو بتأخذ حيز من تفكيرك بتنظيمها وترتيبها ممكن مستحقات مطالبات التزامات أو ديون أو قروض أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم عصبيتك عالية جدا بتعامل مع أشخاص خارج البلاد ممكن يصرق خبر ما يزعجك كثير وممكن أنت تتواصل بسبب موضوع مزعج في منك اللي بكون عنده امتحان عن طريق الإنترنت بده يدرس ويجهز حاله بشكل ممتاز وإذا عندك أي إشيء لعلاقة بالأوراق القانونية حاول تجهز حالك بشكل جيد على أساس أن الأمور ما تنحسب ضدك أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف البيت العاشر جيد وخصوصا للأشخاص اللي على رأس عملهم بيقدروا ينجزوا كثير من الأعمال المطلوبة منهم اليوم بالتعاون مع زملائهم أو رؤساهم بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد على مستوى الاتصالات خصوصا مع الأصدقاء التفقد أو طلب الحاجة أو المعاونة والمساعدة ما بينك وبينهم أما بالنسبة لبيت المتاعب فبدك تدير بالك أنه في ضغطات أو تقلبات خلال هذا النهار ممكن تضغط عليك على الوضع الصحي أو بعض المشاكل العابرة أهم مش أنك ما تحتد وما تعصب لا ترهيق حالك كثير انجز العمال الضرورية وحاول أنك أنت تأخذ قسط كافي من الراحة ترج الميزان طبعا بما أنه القمر في البيت العاشر فبتتركز جهودكم نحو عملكم وبعضكم بتتركز جهوده مع علاقاته بالمسؤولين ووسعكم إثبات جدارتكم وتدفع بمصالحكم يوم مناسب للأشخاص اللي بطلعوا من البيت أو على رأس عملهم بقدروا ينجزوا كثير من أعمالهم أهم شيء أنه ما تشوهوا السمعة الظروف فيها نوع من أنواع الضغط ممكن تحمل لك فرصة مهمة جديدة أو يتوكل لك أمر معين جديد خلال هذا النهار لإنجاز أعمال أو أمور العلاقة بالأعمال وخصوصا للأشخاص اللي خارج اللي بقدروا اللي على رأس عملهم أهميش أنك تكون منتبه لكل شيء وما تترك الطيش أول له بأنهم يتسببوا بأخطاء ممكن تكون بالفترة هاي لا تغتفر أما بالنسبة للبيت الأول فلغاية ساعات الظهر أمورك جيدة نفسيتك ممتازة ومشحون بطاقة عالية جدا ولكن في ساعات ما بعد الظهر بصير فيه نوع من أنواع الضغط اللي ممكن يأرقك أو يسبب لك نوع من أنواع القلق أو الإرباك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه الاهتمام أعلى اليوم رح يكون على المستوى المالي فممكن اليوم بعضكو يحصل على مال أو يجي مساعدة أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالمعونات أو أشياء إلها علاقة بتحصيل أموال في منكو ممكن أنه يعني يهتم ببعض الدفعات أو الاهتمامات المالية ولكن أهميش أنكو تقللوا من مصريكم أما بالنسبة للبيت الثالث فبكثر عندكم اليوم النشاط الفكري أو الاتصالات أو الأمور اللي إلها علاقة بالدراسة أو البحوث أو الاهتمام باتصالات ومواصلات بسيارات بتلفونات بتأدريس الأطفال أبنائكو بالامتحانات المنزلية يعني الاهتمام بكل على كل الأصعدي ممكن اليوم تناقشوا بأي فكرة أو أي مشروع وتقنعوا أي شخص بوجهة نظركم أما بالنسبة للبيت الرابع فهو روتيني على مستوى البيت بتتعاملوا بشكل روتيني يعني بتنجزوا الأعمال بس المطلوبة منكم بدون ابتكارات وبدون أي شيء جديد فيما يمكن يهتم بوضع عائلي أو خبر معين أو أمور صحية أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف أنه لغاية ساعات الظهر في نوع من أنواع الضغط والعصبية والحساسية بتعامل مع أحد الأحباء وممكن أنه تقلقوا بشأن حبيب أو عزيز عليكم أما في ساعات ما بعد الظهر الأمور بتصير روتينية أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأشخاص اللي على رأس عملهم اليوم بنجزوا كثير من الأعمال المطلوبة منهم ممكن يهتموا بتطوير عمل أو إنجازات جديدة أو تنفيذ ملفات أو إتمام عمل ملفات معينة بشكل ممتاز في منكم ممكن يهتم بصحة أحد المقربين لا إله أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور يعني شوي روتينية لغاية ساعات العصر ولكن بعد ساعات العصر ممكن يصير فيه حدية بالطباع بالتعامل مع شريك العاطفي ممكن يكون فيه موضوع أو عصبية أو نقاش حاد جدا أو تسمع خبر أو يصير فيه تصرف يستفزك أو يعصبك أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أنه اليوم فيه نوع من أنواع الضغوط على الأمور المالية خصوصا الأموال المشتركة يا مطالبات يا فوتير يا التزامات يعني أشياء من هذا القبيل بتأرقك وممكن أنها تكون فيها نوع من أنواع العبئ أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف أنه اليوم جيد على مستوى الاتصالات الخارجية والامتحانات الجامعية وخصوصا عن طريق الإنترنت في منكم ممكن يهتم باتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو بمؤسسات تعليمية أو أمور إلها علاقة بأوراق قضائية أو تجهيزات لأمور قضائية أو شكات أو أشياء من هذا القبيل في منكم ممكن يتواصل مع مؤسسة تعليمية أو أمور إلها علاقة بأشخاص أو زملاء دراسي أما بالنسبة للبيت العاشر فذكرنا القمر موجود فيه بالنسبة لبيتك 11 في نوع من أنواع الضغط والعصبية من تصرف أحد الأصدقاء لغاية ساعات الظهر ممكن تحتد أو تعصب أو أنه يستفزك هذا الموضوع ولكن بعد ساعات الظهر بصير العمل روتيني بدون أي تطورات أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد يعني بدعمك بأمور جيدة بتقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لا إلك أو المهام وممكن تهتم بصحتك أو بصحة أحد المقربين لا إلك في منكم ممكن يبدأ بأخذ فيتامينات أو أمور صحية زي العشاب أو المكملات الغذائية برج العقرب بتنشطوا في أمور إلها علاقة بموضوع سفر يعني يا سفر قادم يا أوراق يا معاملات يا اهتمامات في أشياء بهذا الموضوع أو اتصالات بعيدة أهم شيء تكونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة خصوصا للأشخاص اللي بيطلعوا من البيوت بالفترة هاي وخصوصا في الشوارع المفتوحة بتميل الاسترخاء والاستجمام لكن يجب أن تحذر من الفوضى فترة مناسبة للتشاور والعقد المفوضات والمشاركة في مختلف الأنشطة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه يعني فيه نوع من أنواع الملل من الروتين أو الضغط النفسي أو العصبي أو الأشياء اللي زي هيك ولكن أنه مش بالشكل القوي فبتقدر تشحن حالك بطاقة إيجابية وتتجاوز هاي الفترة بكل سهولة أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه الأمور المالية بتضغط عليك بشكل قوي عندك كثير من الالتزامات والمصاريف أو المشتريات أو الأمور اللي إلها علاقة بالترتيبات المالية مثل الفواتير والأشياء اللي من هذا القبيل حاول أنك تقلل من مصاريفك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه اليوم عندك نوع من أنواع النشاط أو الحركة أو أشياء إلها علاقة بمواضيع اتصالات أو نقاشات وممكن تقنع أي شخص اليوم بوجهة نظرك الأشخاص اللي بيطلعوا خارج البيت أو عندهم مثلا أعمال خارج البيت بكثر عندهم اليوم الحركة الكثيرة والتسويق والأمور اللي إلها علاقة بالتسويق وفي منكم ممكن يهتم بموضوع تليفون أو سيارة أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور على مستوى البيت جيدة يعني نسيطر عليها بشكل ممتاز في نوع من أنواع التفاهم والتناغم داخل البيت ممكن في ساعات المساء يكون في خبر مفرح أو شيء ممكن يسعدك على مستوى البيت أو علاقتك في أفراد البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور فيها نوع من أنواع الضغط وخصوصا ساعات الصباح بحسسية ردة فعل تصرف غير مدروس يثير حفيتك أو عصبيتك حاول أنك تمسك حالك باقي اليوم بيكون روتيني بس أهم شيء أنه ما تعصب وما تستفز بسهولة أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه جيد على مستوى الاهتمام بأمور الأعمال يعني مخك شغال بأكثر من اتجاه بتحاول أنك ترتب أمور كثيرة ولكن ضغط الوضع اللي إحنا موجودين فيه هذا هو ضغطك بشكل كبير ولكن أنه بتقدر اليوم أنك ترتب أمور العلاقة بالأوراق أو المراسلات أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور على مستوى الشراكة المالية والعاطفية جيدة فممكن يعني اليوم يكون فيه نوع من أنواع المبادرة أو التعاون في حل مشكلة معينة أو مسألة معينة تقدروا تنجزوا كثير من الأشياء بالتعاون والتشاور وممكن تخططوا لمشروع نهاري أو مشروع مستقبلي أما بالنسبة للبيت الثامن فضغط الفوتير والالتزامات هو أكثر إشي بأرقك بالفترة هاي فبتلاقي فيه دفعات دفعات وهذا استنزاف وهذا بثير أعصابك بشكل كبير حاول أنك تتمالك حالك وتقلل من المصريف وترتب أمورك وأوضاعك بشكل عقلاني وشكل مدروس أما بالنسبة للبيت تاسع فكما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيتك العاشر يعني في نوع من أنواع الضغط خصوصا على الأشخاص اللي على رأس عملهم يعني ممكن يصير في نوع من أنواع الخلاف أو النقاش أو الحدية في التعامل ما بينك وبين أحد الزملاء أو رؤسالك بالعمل اللي توكيلهم مهمة إليك شوي بتكون صعبة أو أنه في غيرك ممكن أنه يعني بيقدر يحملها أشخاص غيرك مش أنت أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى العلاقات اليوم ممكن تتصل في أشخاص بتعرفهم أو تتواصل معاهم لحل مشكلة أو لطلب المساعدة أو المعاونة يعني في دعم كبير من أحد العلاقات أو المعارف بدعمك بشكل قوي وبساعدك بشكل قوي أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف أنه خالي تماما من الضغوط فعشان هيك اليوم بتنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك بتقدر تهتم بصحتك أو صحت قريب لإلك في أمور إلها علاقة في يعني باهتمامات بأمور إلها علاقة علاجية ممكن شد عضل بالأكتاف أو في أسفل الرقبة هي هاي ممكن بس الأشياء اللي ممكن تعاني منها خلال هذا النهار برج القوس بتنهمكو في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات ثم فرصة لمكسب مصدر وشراكة أو تعويض بترغب في لفة الأنظار وتبديد الأجواء السلبية أهم شي أنه أنت تحاول تشحن حالك بطاقة إيجابية وحاول أنك تفكر بالغد وباستقرار وضعك المالي ولا تستعجل توقيع أو عملية تجارية حالية لكن أدرس الفكرة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور ضغطة بشكل كبير عليك من ناحية نفسية أما معنوياتك شوي فيه نوع من أنواع التحسن النسبي حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية وتتجاوز هاي الضغطات أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه فيه نوع من أنواع الإيجابية على مستوى الأمور المالية فممكن تحمل هاي الفترة فرص أو مساعدات أو أمور إلها علاقة ببعض الحلول للأمور المالية بشكل جيد ولكن حاول أنك تقلل من النفقات والمصاريف الغير مرضوب فيها أما بالنسبة للبيت الثالث فمنكم اليوم ممكن ينشط باتصالات أو بحركة دقوا بيكون عنده بتقدروا اليوم تقنعوا أي شخص بوجهة نظركم عندكم سرعة بديهة عالية بتقدروا تتعاونوا لتدريس أبنائكم أو حثهم على الدراسة أو نوع من أنواع التمرين المنزلية أو الرياضة المنزلية أما بالنسبة للبيت الرابع فهو روتيني تماما لغاية ساعات العصر ولكن بعد ساعات العصر بيصير فيه اهتمام أكثر في البيت وممكن إنجاز أعمال أو بعض الأعطال المنزلية أو الاهتمام بمشتريات أو إنجازات عائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فهو ضاغط عليك بشكل كبير خلال هذا النهار فعشان هيك يحمل لك نوع من أنواع التوتر في علاقتك مع الحبيب يا حدية يا عصبية يا أما أنت ما إلك نفس تحكي يا أما تهرب منه أو أشياء من هذا القبيل أو ممكن سوء تفاهم وأنت حسسيتك لزيادة معصب من أسلوبه أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف الأمور جيدة ممكن اليوم تنجزوا كثير من الأعمال الموكلة لأيكم وخصوصا الأشخاص اللي على رأس عملهم وفي منكم ممكن يفكر في عمل جديد أو ينعرض عليه إشي العلاقة بالعمل القادم بالفترة القادمة أهم إشي أنكم تدرسوا المشروع بشكل جدي وبشكل مفصل أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى الشراك المالي والعاطفي لأمور جيدة فممكن اليوم يصير أي تواصل ما بينك وبين الشريك لحل مشكلة معينة أو لموضوع معين ممكن المبادرة بحل مشكلة أو خلاف قديم أما بالنسبة للبيت الثامن فذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع اللي عنده دراسة أو عنده امتحان منزلي بده يهتم وبده يدرس بشكل جيد الفترة سلبية وضغطة فعشان هيك بدك تركز وتحاول أنك أنت تركز على إشي معين ما تشتت حالك بالتفكير بأكثر من موضوع مع بعض ممكن اليوم يكون فيه لبعضكو اتصالات خارجية ويقلق بشأن أحد الأحباب أو الأصحاب خارج البلد أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأمور جيدة جدا خصوصا للأشخاص اللي على رأس عملهم بيستفيدوا من هذا البيت بشكل قوي بيقدروا ينجزوا كثير من الأعمال المطلوبة منهم بالتعاون مع زملائهم أو رؤساهم بالعمل أما الأشخاص اللي في البيت فهدولا بيحافظوا على سمعتهم وعلى إنجازاتهم وبيقدروا يدافعوا عن حالهم بطريقة رائعة جدا يعني بيقدر يقنع أي شخص بوجهة نظره ويدافع عن سمعته وعن أي شيء ممكن يسيله أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأمور يعني شوي فيها نوع من أنواع الحدية من بعض أو العتب على بعض الأصدقاء لتقصيرهم اتجاهك أو بسبب تخليهم عنك في هاي الظروف ولكن إنه ممكن برضو تلاقي بعضهم يهتم فيك في هاي الفترة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهنا بدي أحذرك وبدك يدير بالك من الضغوطات اللي موجودة في بيت المتاعب فعشان هيك حاول إنك ما تغامر في أي شيء وما تخالف القوانين وما تدخل في أشياء مشبوهة حاول إنك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد ما تدحب حالك زيادة حاول إنك أنت تأخذ قصد كافي من الراحة راقب غذائك وتغذيتك وراحتك أهم شيء برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل والعاطفة اتجنب الانتقاد وتوجيه الملاحظات على أنواعها حاذر المواجهة الكلامية لأجواء سلبية جدا ما تسمح باختلاق المشاكل حاذر المخالفات والتعليمات والقوانين لأن القمر طبعا موجود مقابلك مباشرة فعشان هيك بدك تكون حذر وتدير بالك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور ضغطة عليك بشكل كبير اليوم نفسيتك شوي مش يعني مش منظمة في نوع من أنواع الارتباك أو نوع من أنواع الفوضى موجودة بشخصيتك أو نفسيتك حاول أنك تركز بشكل جيد بدون عصبية وبدون تهور أما بالنسبة للبيت الثاني فاليوم في نوع من أنواع البوادر لانفراج معين مالي ممكن مساعدي أو دعم أو انفراج أو ممكن أشياء لها علاقة بالفواتير أو الاهتمامات المالية تقدر ترتبها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات والأمور اللي لها علاقة بالبحوث والدراسة والمناقشة بتقدر تقنع أي شخص اليوم بوجهة نظرك بطريقة لبقة عندك سرعة بديهة عالية وبتقدر تسوق لأي شيء ببساطة أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف في ضغط عندك على مستوى البيت الرابع في سوء تفاهم بيحمل لك هذا اليوم أو عصبية أو حدية أو ممكن حتى تصل لمرحلة الغضب دير بالك وما تتهور وما تعصب الأمور بتنحل بسهولة في ممكن يصلك خبر مزعج بتعلق فيك أو بأحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الأمور العاطفية تقدر تتواصل أنت والحبيب بطريقة ممتازة وممكن يكون برضو هذا اليوم بيحمل لك شيء إلو خبر عن الحبيب يعني بيبسطك أو ممكن الحبيب يبادر بشيء برضو يبسطك أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى العمل خصوصا الأشخاص اللي على رأس عملهم اليوم بنجزوا كثير من العمل مكللة لهم وممكن يتوكل لهم عمل جديد وينجزوا أو يعطوا آراء تكون إيجابية في مكانها في منكم ممكن يهتم بتطوير عمل معين أو الاهتمام بشيء معين العلاقة بالعمل حتى لو كان في المنزل من خلال الإنترنت أو بحوث أو دراسي أو تحليل أما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن جيد لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بصير فيه نوع من أنواع الضغط ممكن يصير فيه نوع من أنواع المطالبات أو يكون عليك التزامات كثيرة أو أمور فوترة أو أمور إلها علاقة بالدفعات يعني حاول تنظمها بشكل جيد بدون ما ترهق حالك وحاول أنك ترتب الأمور بطريقة عقلانية وعلمية أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات الخارجية وممكن أن تتواصل بشكل جيد وتتفقد أشخاص خارج البلاد ممكن أن تهتم بأمور إلها علاقة بالمؤسسات التعليمية أو الدراسة المنزلية أو امتحانات منزلية في منكم ممكن يهتم بأوراق لقضايا أو لأشياء قانونية الاهتمامات هي بتكون برضو إيجابية أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد شيئاً على مستوى إنجاز الأعمال على مستوى الأشخاص اللي على رأس عملهم بقدروا ينجزوا كثير من الأعمال المطلوبة منهم بالتعاون مع زملائهم أو رؤساهم بالعمل أما بالنسبة للبيت 11 فهو ضاغط على مستوى العلاقات والمعارف والأصدقاء فممكن أحدهم يخذوا لك أو إنه ممكن إنه يصلك خبر إنه تتدخل في أمر ما بعنيه بعنيك أنت فهذا يستفزك ويخلي عصبيتك عالية حاول قدر الإمكان إنه تحل الأمور بشكل عقلاني وممكن شخص يكون وعدك بشيء وأخلف وعده ويبين هذا خلال اليومين القادمات أما بالنسبة لبيت المتاعب فلغاية ساعات الصبح بيكون في نوع من أنواع الضغط وفي تعب وإرهاق ولكن بعد ساعات الصبح بيصير في نوع من أنواع النشاط والحركة وممكن تندعم بطريقة معينة وتنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك ويصير في نوع من أنواع الرقابة للصحة أو الاهتمام بأمور التغذية والأشياء من هذا القبيل مرج الدلو هذا اليوم بتراكم العمل عندكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من الأعمال دون إهمال صحتكم لا تدخلوا في مواجهة مع زميل بتكثر التنقلات وورشات العمل بتضطر لتقديم المساعدة لأحدهم كما أنها بتكثر عندك المسئوليات والالتزامات على أنواعها أهم مش إنك تكون حريص على صحتك لأنه هاي الفترة شوي فيها نوع من أنماع الدقة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور يعني فيها نوع من أنواع الضغط فعشان كي بدك تدير بالك الأمر ضاغط عليك من ناحية عملية ومن ناحية صحية وبرضو من ناحية نفسية حاول قدر الإمكان تشحن حالك بطاقة إيجابية وتطلع من هذا الضغط وما تستسلم للإكتئاب والأمور اللي إلها علاقة بالسلبيات أما بالنسبة للبيت الثاني الأمور المالية يعني في منكم ممكن اليوم يحصل على بعض الدعم المالي أو المساعدات أو نوع من أنواع المنح أو الهبات أو هدية مثلا أهم شيء أنه تقللوا من مصاريفكم قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فيعني أنا شايف أنه شوي يعني فيه إيجابية ما بنا نحكي روتيني بتساعدك شوي على إنجاز بعض الأعمال الحركة النشاط سرعة البديهة التواصل مع المجتمع أشياء العلاقة بالامتحانات حث الأبناء الدراسي يعني الاهتمامات بالاتصالات بالمواصلات كلها هاي الأمور بشكل إيجابي بتكون معك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أنه لسقاية ساعات الظهر الأمور إيجابية على مستوى المنزل ولكن بعد ساعات الظهر ممكن يصير فيه عطل أو خراب معين أو اهتمام بتصليحات ترميمات مشتريات زيادة ضغط على مستوى البيت ممكن سوء تفاهم بينك وبين أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور جيدة على المستوى العاطفي فممكن تتواصل مع الحبيب بشكل جيد ممكن تطمئن عليه أو صار فيه نوع من أنواع التعاون ما بينك وبينه ممكن تهتم بأحد الأحبة أو بموضوع أحد بتعلق بأحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف أنه الأمور جيدة لغاية ساعات الظهر بعدين ممكن يحمل لك في ساعات الظهر خبر شوي يزعجك أو يوترك أو ينرفزك ولكن أنه ما ساعتين وبتلاقي الأمور رجعت لطبيعتها وصار الأمر روتيني في نوع من أنواع المصالحة وأشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف عليك اليوم كثير من الأمور اللي أنت بدك تنجزها ممكن يجيك نوع من أنواع المساعدات المالية أو نوع من أنواع الدعم أو المبادرات يعني تقدر تنجز كثير من الأعمال اللي بتتعلق في الأموال المشتركة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو يعني ممكن يكون فيه نوع من أنواع القلق البايت زي ما بنحكيها إحنا أنه من يوم سابق يكون فيه خبر مزعج أجاك من بعيد وبتظل يعني فيه نوع من أنواع القلق لحد يتم أنك أنت تتواصل وتصل للشخص المعني وتطمئن عليه وخصوصا أشخاص خارج البلاد أما بالنسبة للامتحانات والأمور اللي إلها علاقة بالدراسة بدها تركيز بشكل جيد وخاصة لللي بقدمه امتحانات ودراسة منزلية أما بالنسبة للبيت العاشر بتكون ديروا بالكم من أي شيء بشوه السمعة خلال هذا النهار أو خلال اليومين القادمات حاولوا ما تدخلوا بأي شيء في مغامرات أو مخالفات قانونية أو مشبوهة أو أمور إلها علاقة بأعمال غير قانونية حاول قدر الإمكان أنك تحافظ على سمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 الأمور فيها نوع من أنواع الروتين بالتعامل مع الأصدقاء والمعارف اللي حواليك بشكل روتيني أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف أنه الأمور يعني جيدة على مستوى التواصل والاتصالات وعلى مستوى الأمور إنجاز الأعمال الضرورية ما فيه أي تقصير رح يكون عندك بالعكس اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المكللة إلك وفي منكم ممكن يهتم بصحته أو بصحة أحد المقربين برج الحوت تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم أهم إش أنك ما تسمح لحدا بأنه يغشك ممكن تحمل هاي الفترة انفراج بسيط وتعاطف عشان هيك ما تقف مكتوف اليدين حاول أنك أنت تتحرك وتستغل الفرص اللي ممكن تجيك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه ماشي في بعض الضغوط النفسية ولكن أنه أنت بتقدر تتجاوزها وتشحن حالك بطاقة إيجابية وبتقدر تستغل الفترة هاي بلأنه أولا تواجد القمر في البيت الخامس لألك فترة ممتازة بتقدر تستغلها بكل شكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور يعني شيئا ما جيدة لغاية ساعة الظهر ولكن بعد ساعة الظهر ممكن يصير عليك بعض الالتزامات أو المطالبات المالية أو المشتريات أو المصاريف للزيادة حاول أنك أنت تقلل من مصاريفة قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور يعني جيدة على مستوى التواصل اليوم تقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك عندك سرعة بديهة عالية بتحلل الأمور فراسي عالي جدا برضو يعني ممكن أنك تعرف شخص إيش بده بدون ما يحكي ممكن برضو يكون في أمور إلها حث بالدراسة أو التعليم أو بحث عن موضوع معين أو ممكن أنك أنت يكون لك اهتمامات بأمور التليفونات أو الاتصالات أو المواصلات أو حتى الاتصالات الكثيرة أما بالنسبة للبيت الرابع فهو على مستوى البيت شوي الأمور جيدة اليوم يعني أحسن من الأيام الماضية في نوع من أنواع التعاون أو التفاهم على المستوى العائلي وممكن تسمع خبر أو شيء معين يعني يسعدك أو يبسطك على مستوى البيت في بعضكم ممكن يهتم بأمور إلها علاقة بالأعمال المنزلية أو الترميمات أو التصليحات أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس الأمور جيدة تقدروا تنجزوا كثير من الأعمال الموكلة لكم وفي منكم ممكن يهتم بأمور صحية أو مراكز صحية أو مستشفيات أما بالنسبة للبيت السابع فعلى مستوى الشراكي الأمور جيدة خلال هذا النهار ممكن يصير فيه تفاهم أو اتصال معين ما بينكم وبين الشريك وممكن أنه يصير فيه مباحثات لموضوع معين أو لمعالجة مشكلة معينة أو الاتفاق على خطة تشاركية ما بينكم وبين الشريك يعني وجهة تقارب ما بينكم وبينه عالي خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أنه فيه موضوع الالتزامات المالية هو أكثر إشي بأرقك بالفترة هاي دفعات والتزامات وفوتير وديون ومطالبات وأشياء مثل هيك هاي اللي بتقرق برج الحوت خلال فترة هذا اليوم حاول بس أنك أنت تركز مظبوط وترتب أمورك وفوترت حساباتك بشكل جيد والأمور إن شاء الله بتصير جيدة أما بالنسبة للبيت التاسع فأقول لك أنه خالي تماما من الحدوض فعشان هيك إذا عندك امتحان أو عندك دراسة بدك تدرس بشكل جيد وبدك تركز خصوصا حتى لو كانت دراسة منزلية لا تدخل بأمور أو تبحث في أشياء أنت مش ضليع فيها يعني ما تبدي وجهة نظرك في أمور بدون ما تتحقق منها حاول أنك تتحقق من كل الأمور قبل ما تعطي وجهة نظرك عشان ما تطلع غلطان واللي عنده أمور أو أوراق أو إشي العلاقة بالقوانين أو مستندات القوانين بده يجمع الأوراق الصحيحة ويجاهزها لا حينها ما تدخل في نقاشات وتحتد فيها بدون ما تكونوا جاهزين أما بالنسبة للبيت العاشر يعني فيه إشي ممكن يأثر عليك في فترة الصباح يعني يثير حفيتك أو عصبيتك أو ممكن يعمل نوع من أنواع الجدال مع الأشخاص اللي على رأس عملهم بينهم وبين زملائهم بالعمل أو رؤساهم بالعمل أما باقي النهار بتنجزوا أعمال كل مكللة إلكوا بكل هدوء وأريحية أما بالنسبة لبيتك 11 فاتصالاتك وعلاقاتك وأصدقائك بتتعامل معهم بشكل روتيني يعني مش بشكل أنه عندك حرارة للاتصال أو تبحث عنهم لا هو روتيني اللي بتتصل أو إلك مصلحة عند حد بتتصل فيه إلو مصلحة عندك اتصل فيه كيك ردت عليه أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف الأمور يعني متقلبي خلال هذا النهار بدك تهتم بوضعك الصحي هذا جانب وبدك تهدم بتغذيتك جانب بدك تهتم في إنجاز أعمالك كمان جانب وممكن أنه تسمع خبر ما يسعدك خلال هذا النهار يكون فيه نوع من أنواع الأخبار اللي مش مزبوطة أو اللي بتحمل نوع من أنواع تشاؤمية أو اللي ممكن تزعلك في منكم ممكن يهتم بصحة أحد المقربين أو يكون له زيارة لمستشفى إلو أو زيارة أحد المرضى هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء